ظهرت منظومة الصواريخ الباليستية القصيرة المدى الروسية اسكندر اي علنا لأول مرة في الجزائر خلال العرض العسكري لإحياء الذكرى السبعين للثورة الجزائرية مما يعكس التقدم العسكرية للبلاد حصلت الجزائر على أربعة أفواج من هذه المنظومة بين عامي 2013 و2017 كل فوج يتضمن نحو خمسين مركبة وثمانية وأربعين صاروخا بدأت روسيا تسليم هذه المنظومة للجزائر في عام 2018 واستخدمها الجيش الجزائري لأول مرة في عام 2020 خلال تدريبات عسكرية يتمتع نظام اسكندر بمدى خمسمائة كيلومتر وسرعة تصل إلى ستة ماخ مما يجعله قادرا على ضرب أهداف استراتيجية النسخة الجزائرية تستطيع حمل رؤوس حربية متنوعة مما يعزز من قدراتها الصاروخية ويزيد من جاهزيتها العسكرية يمثل ظهور هذه المنظومة خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات العسكرية الجزائرية ويعكس التزام البلاد بتطوير ترسانتها الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر